الواقع طيب احمد دلتا شرم تحديدا بيقولولي فيها فيها زباط ومساكن زباط اكبر اكبر قرية سياحية فيها مساكن زباط في مصر نعم اكبر قرية سياحية فيها مساكن زباط في مصر اه يعني انتو استهدفتوها عشان كده او ما كانوا مستهدفين عشان كده ودخلين اسم ابراهيم ان انا اجيب لهم عنوانها وفي نفس الوقت في الوقت اللي مفروض ان انا حابلهم تاني يوم الصبح عشان اجيب لهم العناوين والاوقات المعينة للدخول سبتهم مغربة اربت منها ايه؟ اربت من قرية دلتا شرم عشان كده قال ان انا حابل الناس انت انت حسيت انه عملية ارهابية من هذا النوع يكون ضحياءة كتير ضحياءة كتير فاضع يعمل لمستقبل مصر الساعة فهربت وده يعني حتى هذه اللحظات اللي بتتحدث فيها كانوا مستنيين انك تديهم المعلومات عشان ينفزوا العملية بعدها من خلال جمع المعلومات اولا يقول لحضرتك حاجة؟ اه تمام؟ انا الخط التاني اللي هم مفروض بيكلمون عليه لو انا شغلته هيستنوا المعلومة لو انت شغلته ايه؟ لو انا شغلت الخط التاني متاعي هيستنوا المعلومة هي ايه؟ هيستنوا المعلومات اللي تروح لها هيستنوا المعلومات لقي انت انا بكلمهم من خط معين تمام؟ ده حقيقة هم عمرهم ما يتوقعوا ان انا اللي بكلم حضرتك على هو ما يتوقعوش انك تكلمني طيب احمد باسلوب المحاكم تقسم بالله العظيم انت بتقول الحقيقة؟ لا قصم بالله العظيم يعني انا ما بجذب عليك سا حاجة انا كل اللي بقوله لك هو ده اللي خصد ما زودتش حاجة بديدة كل اللي انا بقوله هو اللي انا بقوله ان انا بصراحة انا مع انا مع اي حاجة طيب ايه الاحداث التانية الشرع ده كمان شاهد ده الشرع اللي قامت جماعة الاخران بالهروب منه بعد قتل الشهيدة ميادة الشهيدة الصحفية هل انت كنت في هذه الاحداث ايضا؟ لا يا خاني ما كنتش فيها انا كنت اول مرة ادخل احضر في اه انا شايفك دخلت الجوة شوية اهو يعني انت بعد ما كنت واقف انت يعني واضح انت انا مليش حاجة انا واقف في جانبنا اه انا طراحة نستغربت الموقف اللي حصل انا بعد ما كنت معاهم بقدر بهم ايه حاجة انا لحد الوقتي لحد الوقتي الماء انا متأكد منها بعد ما كنت معا جماعة الاخوان برشح جماعة الاخوان بقدر بهم بص يا احمد اول ما تكون ضد الارهاب المسلح ثق انت الان مع الوطن يعني الارهاب في كافة والوطن في كافة انحيازك للوطن ده حيحسب لك المشكلة المشكلة انك اه الا تكون يعني اه 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 صادقا في العودة والتوبة والرجوع الى الحق اه انما انا يعني بيقيني كده عند ثقة لانك انت بحثت عنها يعني الاسف الشديد اه 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 يعني لم اكن موجودا في المكان لما بحثت عني وعن يعني هنا فيه في حرص شديد منك يعني كان يمكن انك لو انت مش مش صادق هتخاف يعني هتخاف تيجي حتى على الاقل اخاف راجع القناة اتكلم مع حضرتك حضرتك اقل حاجة ممكن تجيزل الحكومة ولا ايه انا النهاردة انا النهاردة بعد ما خارجتك من عند حضرتك من القناة تمام توجهت مباشرة الامن الوطني في الحي السابس في مدينة مصر وكنت على استعدادة دخول بس منعوني قال له لازم تروح ما وضحت لهمش يعني انا قلت لهم جاء من المحضة قال لك لازم المحضة وبايت عملك مكان تاني دفع طيب يعني حرصك على الزهاب بنفسك بهذا الشكل هو اللي بيدفعنا الى تصديقك طيب احمد انت بتقول العملية التانية كانت محطة كهرباء الطلخة وهي فعلا من اكبر المحطات اللي بيتغز المنطقة كلها اه ولان انا من الاهلية فعارف ده انت كنت مكلفا بانك تجمع المعلومات عنها تمهيدا لتفجيرها بالضبط يا فندم بس انا حفظش لان انا قلت لهم انا مش نازل المنصورة مش نازل طالخة مش نازل ابدأ اهلية باجمعها عشان في مشاكل ومش عارفين يعني طلعت لهم منزع حاجة كده ان انا بقت بعيد يعني عن الموضوع ده بالرغم ده اسأل حاجة يعني مكان حاجة عادية يعني انا محضرتك بس هو انا انا بالنزال اي اه زي ما مرضتش اقذي اهل بلق دي اللي هي الده اهلية مرضاش ان انا اقذي اهل مصر ما اقدرش اقذي الشعب من مصر ما بيرش اهل اقذي اولياء امور اطفال صغيرية احمد الاجتماع بتاعكو بيبقى فين في اي مكان والله يا بشر الاجتماع بتاعنا ده ممكن لو قلتلك بتعمل في اي مكان مش هتحدقني ممكن نتابل في جنينة ممكن نتابل في اي مكان مفيش حد بيروح في بيت حد تمام انا كنت كل يوم في سلقون ده شكل عشان ما حدش منهم يعرف مكاني ليه هم بحارفين في الحكايات دي بالنسبة ان مثلا لو واحد واقع او واحد اتمسك ما يكشفش التانين ما يكشفش الام بدليل ان انت معلوماتك ان اللابس اسه قدام محمد ابراهيم ومحمد ابراهيم ده اسم يمكن ان يكون اسما حركيا بس اللي اعرفوا ان اللي جا بس قناع ده دكتور دكتور الطخين اللي لابس اسويت ده دكتور هتلينا صورته يا جماعة تاني ده اللي هو بيدير الحكاية او وده دكتور ده حاجة انا كد منها تصل سان في المينة ده دكتور ايه دكتور من عن الشمس اسم محمد ابراهيم اسمه ايه محمد ابراهيم دكتور من عين شمس اسم محمد ابراهيم ممكن اطلب من حضرتك الحقيقة تفضل ياريت حد من الجهات المختصة اللي قدرتك بتقول بيكلموك عشان انهم حماية ليه ياريت اتصل بيه حتى ان انا احس ان الناس حولي او احس ان انا مش دو واحد في انا ماشي في الشارع بتلف لا احنا احنا الوقت بعتنا لك السيارة يا احمد وان شاء الله يعني اه الناس حتبقى معاك يعني ما تقلقش احنا هنا زي ما بقول في مواجهة الارهاب المسلح تتحول هذه الشاشات الى ما يمكن ان نسميه المهمة الوطنية يعني فصق انه محدش حيسيبك يعني فريسة لجماعة الاخوان وإلا كمان تاني بقول يبقى اي حد يمكن ان يأخذ موقفك هيقول طيب ما انا لو عملت زي احمد شوفه حيحصل لي وبالتالي هنا لابد ان نوفر لك الحماية والمظلة القانونية التي تتيح لك انك تكشف هذه المعلومات كلها يعني ياريت لها احمد من حضر طيب احمد عايز اسألك فيما يتعلق بالتفجيرات التانية هل كان في حاجة تانية بعد محطة كهربة طلخة لا التخطط اللسة الجديدة دي انا عطاها عندك حضرتك في البرنامج تمام عطاها في المجلس في امن الدولة لان دي حاجات كبيرة 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 طيب الرجل اللي بيدير المسألة معاكو ابراهيم دي ويدار خلينا لان انت بتقول ده مدرس من مينية النصر وبالتالينا شخصته بس هذا هو اسمه الحقيقي ايوة يعني اهالي مينية النصر وهم يسمعوننا الان عارفين من هو ابراهيم دي ويدار ايوة والسلطات السعودية وهي تسمعنا الان ايضا بالتأكيد اما تبقى فيه عمليات ارهابية من هذا النوع فابراهيم دي ويدار يعيش في السعودية حضرتك حضرتك ولا بيستخدم تليفون سعودي حضرتك ممكن نسألك سؤال فضل فريخ اه فضل اعتصام رابعة بالضبط كان كاف اربعتاشر تمانية هو حضرتك سفر السعودية لا اما خمستاشر تمانية لا اما ستاشر تمانية خمستاشر يعني تاني تاني او تالت يوم من فضل اعتصام يعني بالضبط يا فندم لان جاء شهيد جاء واحد من اللي ماتوا في رابعة عندنا في البلد تمام وحصل مسيرة في البلد ففي شاب واقف كان بحتفل بفرح ابن عمه تمام فالاستاذ ابراهيم واقف اه الشاب ده مع سلاح يجرب نار في الجو فرح زي ما حضرتك عارف الاليار تمام قالك اه ده بتهجم على المسيرة بسلاح وقاموا جايبينه وحلال الله اكبر وقعد يجربه فيه والاستاذ ابراهيم ده واحد من النخل اللي احبال الصوتية متاع الشاب ده شكراة للأحوال شكراة للأحوال شكراة لنوع غ Hazون في القثيرة شكرااة لنοιπόν على contained شكرا